صباح الخير النهاردة هاعرض معاكم الوجبة التانية من الفرخة انا النهاردة عرضها لكم بس من غير تصوير اول مرة اعمل الوجبة ديت واناك حجمت جدا ولازيزة فقلت اعرض لكم فكرتها ده هو الجلد الفراخ اللي انا خليته بهيئة الفراخ كاملة حشيته رز رز لامة بتشوحيه لامة اقل حاجة ساعة علشان يستوي معاك وضيت له طبعا البصل مع الملح والفلفل الاصمر ومعلقتين من السمنة وحشيت بالجلد بتاع الفراخ تمام كده بعد كده ده صدر الفرخة طحنته في الكبة وعملنا كفتة الفراخ عملت معاكم كفتة الفراخ قبل كده هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف وتلات مرات كل مرة طعمه مختلف على حسب نظام التسوية مرة سويناها في اعودشش طوق مشوية جميلة طبعا مرة سويناها في اللاية جميلة ومختلفة عن الشوي وتالت مرة هي سويناها على البخار على الكوسة طلعت مدخنة ولازيزة جميلة جدا بالنسبة للكوسة جبت كوسة صغيرة بتاعت الحشو وتبلتها بالملح والفلفل الاصمر والبصل والطوم وفرشت الصينية اول حاجة بالبصل وبعد كده رصيت الحاجات دي كلها غلفتها بالورق الفويل دخلتها في فرن حامل مدة ساعة بجد هتكلي احلى كوسة واحلى كفتة واحلى رز السلام عليكم